السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد اخبار جديدة للاهلاوية ولا غير الاهلاوية عشان كده لو انت اهلاوي قلبك حديد في حديد اضرب اللايك الشديد لان معانا فضيحة جمدة جدا جدا لازلان طحي لكن هنقولها خلال الفيديو لكن متنساش اهم حاجة اضرب اللايك الجميل عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهديننا والفيديو ده يشوفه اكبر عدد من المشاهدين والمتابعين ونبدأ على بركة الله يلا بنا اول حاجة نتكلم فيها عن عودة صالح جمعة ورسالتنا النهاردة لصالح جمعة بدون شك صالح جمعة مفيش حد يختلف على قدراته الفنية ومهاراته اللي ظهرت من سنين وهو صغير ونبغ فيه منتخب الشباب كان لعب مبشر جدا مش الاهل بس بس للكرة المصرية ككل والبعض توقع انه ممكن يكون فيه طريقه انه يكون خليفة لابوتريكا في الملاعب وانه يكون لاعب عالمي على غرار محمد صلاح اللعيبة المحترمة اللي بتحترف فيه اكبر الاندية الاوروبية لكن الحقيقة صالح فرد في حق نفسه كتير وضيع على نفسه سنين واسنين ولو حابب يتأكد ممكن يراجع الكم سنة اللي فاتوا تقريبا صالح مقدمش اي حاجة لا لنفسه ولا للنادي الاهلي وتحول من لاعب كل بيتوعد ليه انه يكون له مستقبل واعد وباهر لمجرد سنوات ضاعت منهم وفضل حبيس ليه الدكة اللاعب حصل على فرص كتير حصل على ثقة من جماهير الاهلي اكتر من مرة اكتر لاعب في الكرة المصرية جماهير النادي الاهلي دعمته وسندته كان هو صالح جمعة لكن المرة دي الفرصة هي الفرصة الاخيرة ليه انقاذ نفسه انه ينقذ نفسه لان الاهلي لا عمره واقف ولا هيقف على اي لاعب لا الفترة الماضية ولا الفترة الحالية ولا الفترة القادمة في فترة ضغط مباريات بشكل رهيب والفرصة والامل الوحيد لصالح انه يرجع اسمه تاني الا اسمه هيكون فطي النسي النهاردة كمان هي اللي راح اتعمل التفويد لرئيس النادي الابيض الاندياءالي فالدرجة التانية الاندياءالغلابة الاندياءالننظالين والcciones الاندياءالي فالدرجة الاولى وهامله من تفويد لرئيس نادي الزيمالك بعد ما اقنعهم انه سيقعد وهيقعدهم مع رئيس مجلس الوزراء وهيراي desafعiler وهيريد درجة التانية مش بس كده لا ده كمان اقناعهم انه هيسعد الفرق المتصدرة الدوري في الدرجة التانية وهيلغي الهبوط في الدرجة الاولى والتانية والتالتة والدرجة الاخيرة النهاردة الراجل ده مش قادر يعمل مدخلة واحدة في قناة بتحمل اسم النادي بتاعه ويوميا يوميا بيحاول بشدة الطرق انه ينال الرضا من الدولة ورجال الدولة ولبس الاندية في بعض والاندية لبسك في الحيط وباق اخر ناس هتنزل تدريب وشكله مش لطيف وهم بيتراجعوا عن موقفهم اللي فضلوا ايام وليالي يصدعونا على القنوات الفضائية مش هنلعب وهننسحب واحنا هنا ننسحب وفي الاخر كلهم جابوا ورا عملوا المسحات ونزلوا التدريبات اي عائل صغير هيروح الفيفا يشتكي ينادي الزمالك هياخد حكم الصلاة الزمالك تقريبا مش بيكسب اي قضية اخر حاجة بيعملها انه يقدر يخفض الغرامات شوية بعد اقل من شهر في حكم قضية النقاز واللاعب خد مليون وثلتمية وسبعة الف دولار غرامة على نادي الزمالك النهاردة الفيفا بيقره بتعويض المدرب العام بير اندري شورمان ومدرب الحراس توماس جروتر اللي سبق تواجدهم في الجهاز الفني للسويسري جروس كريستيان جروس وتعويض بدفع 200 الف يورو لصالح السنان نادي مبوز سمعة مصر في الفيفا واللي بيحصل نوع من انواع النصب على اللاعبين والمدربين ولولا ان جروس كان بيتكفل بعقده السيد التركي قال الشيخ كان هيتعمل له قضية هو كمان ولسه باقي القضايا لسه فيها ملفات كتير وتعويضات كتير سواء كان خالد بطيب او اتشنبونج اللي فيه جلسة ازدماع ليه في المحكمة الرياضية الدولية خلال عشر تيام تقريبا الزمالك بيعمل صفقات وبيعيش الدور وفي الاخر اللاعبة بتروح تشتكي لانها مش بتاخد فلوسها تعالوا نخش فيه ملف مهم جدا جدا الكل بيسأل هو ايه سبب غياب الراجل الزلنطاحي هو الزلنطاحي فين يا جماعة الزلنطاحي بقاله اربع خمس ايام مش ظاهر مش بس ممنوع من قناته لا ده ممنوع من اي مدخلة في اي قناة مصري مش بس كده ده حتى قناته على اليوتيوب ممنوع منها وتقدر تقول ان الزلنطاحي دلوقتي تحت الاقامة الجبرية ما بيتحركش ما بيخرجش ما يقدرش يروح اي مكان وهقول لك السبب السبب يا فندم ان الزلنطاحي خير الله ما اجعله خير عمل مدخلة من حوالي عشر ايام يوم سبعتاشر يونيو المدخلة دي كانت مع احمد موسى في برنامج على مسئوليتي وشتم فيها مسئول كبير في بلاد بره المسئول الكبير هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا المملكة المتحدة شتموا وقال جونسون المجنون المسئول رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وصلوا الفيديو ولاد الحلال ووصلوا له الفيديو وطلب الترانزليشن الترجمة بتاعت الفيديو وطلب تأكيد على الشتيمة دي وراح الراجل موصل الامر الاعلى المستويات وسأل السفير البريطاني في مصر كلام ده فعلا حصل قال له ايوا يا فندم حصل وقال جونسون المجنون كريزي جونسون رئيس وزراء بريطانيا بيعتبر اللي حصل ده جريمة دولية وبعت للحكومة المعنية في مصر طلب رسمي بوقف الشتايم والشتامين وتعملت مذكرة توقيف من النوع الفاخر المفتخر وعنها وعينة ما تشوف اللي النور المحاولات شغالة مع بوريس جونسون بقالها خمسة ايام تقريبا معلش يا خواجة حقك علينا يا خواجة ده عنده عيال يا خواجة الخواجة قال لك ابدا عايز حق ولازم وحتما يعتذر ويتغرم ويتقدم والله اعلم انا بقول لك على معلومة ممكن يكون في ناس تانية قلتها قبل كتب بس معلومة مؤكدة بعد الزلنطاح مغلط في بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الدنيا مقلوبة على دماغ الزلنطاح عشان كده تقدر تقول ان الزلنطاح اليومين دول تحت الاقامة الجبريل تعال نخش على حتة تانية في حد اسمه جهاد كان بيطلع خلال سنة اللي فاتت كان بيطلع كل فترة في فيديوهات في لايفات يشتم كابتن محمود الخطيب يتطاول ويتجاوز في كابتن محمود الخطيب على حس ان المستثمر عربي كان بيقول له وبيقول له على حكاوي وحكايات وقصص وكان بيقول وخدت فلوسي خطيب وخدت فيلا خطيب وخدت وخدت خطيب المهم الاستاذ جهاد طلب من المستثمر العربي قال له انا دلوقتي اترفع علي بسبب الاتهامات اللي انا بقولها في حق الخطيب وفي حق مجلس قدارة النادي الاهلي فبعد اذنك ابعت لي بقى الادلة عشان اقدمها في المحكمة بالصوت والصورة عشان الناس تعرف ان انا عندي حق انت من حقك تتهم اي حد بالمناسبة يعني عشان تكون عارف يعني قانونا من حقك تتهم اي حد بس بشرط ان يكون معاك ادلة واثباتات مدمغة ان الشخص ده فعلا عمل كده فالراجل تهرب المستثمر ده تهرب من جهاد الراجل تلع شتم على المستثمر المستثمر العربي يكلم الزلانطاحي الزلانطاحي يكلم جهاد قال له عيب يا جهاد والراجل الفيديوهات موجودة والصور والصوت والتسجيلات وكله والملفات هتكون عندك خلال ايام هتكون عندك يا جهاد وهيبعتها لك على الواتساب عدت ايام وعد شهر وما تبعتش اي ملفات ولا مستندات تدين كابتن محمود الخطيب او مجلس ادارته الراجل تلعف فيديوه النهاردة يشتم على المستثمر العربي ويشتم على الزلانطاحي اللي كان وسطة الخير ما بين جهاد وما بين الزلانطاحي وما بين المستثمر العربي سبحان الله اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين غانمين خلصت اخبارنا خلصت حكايتنا استنى كل قراءكم وتعلاقاتكم شكرا ليكم سلام عليكم اشتركوا في القناة وكرا اشتركوا في القناة من pastار